اصوات المدافع ما زالت تسمع في محافظة الجوف تزايد للعمليات العسكرية هناك مع اقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فرض السيطرة على كامل المحافظة مديرية خبوى الشعف المديرية الاكبر في المحافظة لا تزال ساحة للمعارك الدائرة هناك فالانباء الاولية تشير الى تصدي الجيش والمقاومة هجوما للميليشيا على موقع المهابيب جنوب الشعف ما نتج عن مقتل وجرح العديد منهم منطقة الهيجة في مديرية المصلوب كانت هي الاخرى مسرحا لمعارك عنيفة بين الطرفين فيما دخلت مقاتلات التحالف في خط المواجهات بعد قصفها احد الجبال المطلة على معسكر حام والذي يعد اهم ثاكنة عسكرية للميليشيا مصدر عسكري افاد بمقتل قيادي ميداني حوثي يدعى علي بن نسعة بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش شهدتها مديرية المتون مصدر عسكري افاد بمقتل قيادي ميداني حوثي يدعى علي نسعة بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش شهدتها مديرية المتون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة